أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن علاقات مملكة البحرين والمملكة المتحدة المتميزة تسمد قوتها من التاريخ الكبير الممتد بين البلدين والشعبين الصديقين التي أولتها المملكتان أولتهما الاهتمام الكبير لتطويرهما بما يواصل تعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي على كافة الأصابة وأشار سموه لدى لقائه بحضور نجلة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بقصر القضيبية اليوم سعادت السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى البحرين إلى مدى اهتمام البلدين في توطيد العلاقات المتميزة منوها بدور السفير في تحقيق كل ما من شأنه الدفع بهذه العلاقات لمزيدا من التطور والنماء الذي ينشده البلدان وخلال اللقاء استعرض سموه مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وما تبر به المنطقة من تحديات تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهتها مشهدا سموه بالمساعي التي تقوم بها المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق كل ما من شأنه استذباب الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه أكد السفير البريطاني عن علاقات البحرين وبريطانيا المتميزة في مختلف المجالات مشهدا بما يليه صاحب السمو الملكي وليو العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء من دعم واهتمام بتعزيز علاقات البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر